شعر الزائد و الغليد لتشحل كثيرة كثير من شعر الزائد كذلك بلازي كل مرة سأذهب للشعر الزائد لإزالة شعر الزائد سوف تدعي شعر الزائد بصفة عامة بصفة نهائية بوصفة اقتصادية سهلة في تحضيرها من أرقى و أبسط ما يكون في إزالة شعر الزائد كذلك في التبييد والترطيب لأن هذه الوصفة تعطي ترطيب و تبييد و تمنع النمو و البنات سوف تسمع شعر الزائد و تسمح لنا بعد سوف نقوم بسيطايا إلى المخصري فستحل يجب أن يكون موسيقا و يحفرنا المنطقة و لكن يمجل بشرا يحفر أن يكون الأخير و مجدد الزائد و لا تشعر لنا بالشعر تبقي المسيحة ومسيحها بشعر وصفة لإزالة الشعر وكذلك في نفس الوقت المنع لأنه باش نزوله مزيان ولكن لما نمنعه فكتكون شوية الوصفة تبقيتها تديرها كل مرة وساعة فهي تمنع وتزول الحمد لله نتمنتنا لإعجابكم وكذلك نتمنتنا لردادكم من أبسط كما قلنا البنات وأرقى وأروع الوصفات لعلاج كما قلنا مثلا بعض الحبوب الصغيرة اللي كتكون في الوجاح كذلك اللي كتكون في اليدين و اللي كتكون في الرجلين فهي كتمشي الحمد لله المهم تمنت تعجبكم بلوس البنات كتفتحوا كتبية الحمد لله يعني أي بغتي مثلا منطقة العنى عندك فيها كحولية ولا زروجية ولا بعض 13 ولا مثلا غيبات تسبغات خفيفة فغديمشوا بإذن الله تعالى ورخليتليكم النتيجة بالأعيون ديلكم باش تقدوم صحة الكلام ديالي والوصفة صبرك الله مبهرة والله القسمي لساحيرة نتمنت تعجبكم نتمنتنا لرداد ديالكم هذه هي أهم حاجة عندي يعني البنات هو جميع الوصفات اللي كنت أجي معاكم سوما شان يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم المهم الغزالة ديالي ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم طبيعا الحال فضلا وليس عمران الله يسهل عليكم والله يفرح قلوبكم يا ربي ما تنسينيش من لايك باش هكدا نزيد نخدم ونزيد نافونسة ونتجع ونجيب لي كل ما هو زمين ومفيد اشتركوا السوغماشان هبطيل تحت واشتركوا مرحبا بك فعلينا نزيل الجرس خلينا التعليقات ديالك اقتراحات ديالك شنو ما المواضيع وشنو ما اللي سيجي تبغيني نتكلم فيها من شاء الله من هنا القدام ويالله معيدا على بركتي الله باش نتعرفوا على المكونات مع الطريقة ديال تحضير الطريقة ديال استخدام والاستعمال المهم اول حاجة غادي نحتاجوها فلاغوسات هي معجون الاسنان هنا الناس عندي هاد النوعية هاد ديالكراست مزيانة ديما كان تختجيها معكم كتزوبوا الشعر الزائد من جدر غا هو ماشي بالشرط هاد الماركة هاد الاسم فأي ماركة غا هو من الاحسنان يكون اللو الأبيض من نسبة الناس لديهم الحساسية اما باقي الناس لديهم الحساسية فممكن تدري اي نوعية ديال معجون الاسنان فما كانت مشكلة ديرها مثلا بالنعناع بهذه النعناع اللي هي انتعاش ديال النعناع ممكن ديرها بالفاخر والقرنفل ممكن ديرها بأي نكا بغيتي انتية على حسب الضوء شوفوا انتم اللبنات شنو باغين ممكن ديرها بهذا الميلانج هذا ما بين اللون البيض والحمر والزرق يجيب فلي فكل شيء الانواع مزيانين كذلك البنات ستحتاجوا معنا الثاني مكون واللي هو الترمس هالترمس هي عشبة عند العطار وعند العشاب بالنسبة للترمس هو مكون كما قلنا عند العطار كي يكون بودور كبار وممني كي تحن كي يصبح بودر ناعمة بزاف هذا كثير مثل البنات الفعالية دياله هو انه كي منع الشعر بصفة نهائية فمشاء الله عليها البنات زوين بوحد الشكل رهيب وعجيب فكنصح بأي وحدة عندها شعر كثيف يعني كثير واحد درجة ما تصورش كليك تقولي رعندي الشعر الزائد في حاله وفي حال ديال الراجل فشنو الحل؟ الحل هو الترمس باودر وتستخدميه في الوصفة سوف نحتاج الترمس باودر سوف نحتاج معجول الأسنان سوف نحتاج كذلك اما الخل اما ماء ورد على حسب الى عندك الحساسية من الخل للماء الورد سوف نجيبهم بجوج لأنهم يعطون نفس الغزلتة ونفس النتيجة سوف نعطينا شي باديل فالبديل هو الماء الورد هذه البنات البستان قلعة مقونة تصلاح الزروجية الكحول تحت العين تصالح للتجميل وحمير العين والحمى والتجايد هذه القرعات تقوم باديل خيصة وزوينة في نفس الوقت سوف نحتاج معي نشا نشا نوعيات نشا 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 العسل تحدي نشا تحدي اخبار 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 نشا نشا نضيف زلافة وضع كمية نضيف العانة و الابطين و اليدين رخص كمية كثيرة يعني ضع في المقادر لا يوجد كمية كثيرة سوف نضيف كمية نضيف هذه لا أستخدمها لأنها مبهيرة نتائج خرافية نحتاج معلقة الترمس نستخدم العسل 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 اشتركوا في القناة 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 لسيح 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 لسيح